نعم أعتقد أن ميلان قد يكون أحد أفضل الفرق التي تتحارب على المستوى الأول ولكن بالنسبة للفريق الرابح الذي قد يربحه أعتقد أنه اليوفنتوس ولكن ميلان أرانا أنه فريق لديه قدرات جديدة هذا الموسم وهم يحاربون بقوة للحصول على اللقب وكذلك معهم كان اللاعبون يمثلون خطوة انتقال لتاريخ الفريق وبالتالي أعتقد أن ميلان سوف يكون من ضمن المنافسين في مجموعة ألف بمناسبة الكلام عن المنافسة بين الميلان وبين اليوفي خليني أسألك الحقيقة على اتنين من اللاعبين اللي أعتقد الناس شايفاها يعني كل واحد في حد ذاته ظاهرة سواء من ناحية الأرقام اللي بيحققها أو من ناحية البطولات أو من ناحية العمر اللي بنسبة لهم مجرد أرقام والاتنين بيلعبوا في إيس ميلان وليوفي بكلم على زلاطان إبراهاموفيتش وبكلم على كريستيانو رونالدو وبالمناسبة الاتنين بيت نفسه سنادي على صدارة قائمة الهدفين أعتقد أن رينالدو من الواضح يود الحصول على لقب أفضل هدف وهو شيء يود أن يحققه أنا متأكد من ذلك وبالتالي أعتقد أنه أقرب أن يكون زلاطان ربما يحاول أن يحقق ما يستطيعه ولكن مع الإصابات التي تعرض لها ربما قد تكون نتيجة لتأخره عن تحقيق لقب أفضل هدف وبالتالي رونالدو أو روك أو كاكو قد يكون هو الأفضل في هذه الفترة كلام على خروج الإنتر من دوري الأبطال الأوروبي بشكل الحقيقي لم يكن متوقع لكل عشاء ومحبي ارتبط بالكلام عن رحيل كونتي ما هي صحة الكلام ده وهل تتوقع أن كونتي يستمر للمنافسة على الدول المحلي أسفة لا أستطيع أن أسمعك الناس قد تبع حسنا لا أستطيع أن أسمعك لا أستطيع أن أسمع أي شخص دعني أسألك تاني بعد خروج الإنتر من مسابقات دولي أبطال أوروبا وده شيء ما كانش متوقع يعني كان الإنتر من المرشحين ويكمل المشوار مع ريال مادريت في مجموعة ولكنه خرج هل ده واحدة من نتائجه تكون رحيل كونتي عن المنصب المدير الفني للإنتر ولا تتوقع أنه يستمر في مشواره مع الإنتر في الدول الإيطالي طيب يعني يبدو أنه إحنا فقدنا الاتصال والحقيقة يمكن دي كانت واحدة من الأخبار والحقيقة يمكن حتى من قبل خروج الإنتر منتشامبيونزليج كان واضح بشكل كبير جدا أنه في حالة رضا عدم رضا أنا آسف على